عبر هذا اليوم التفاكري الذي جاء تحت موضوع الهوار الوطني والتعايش السلمي أطلقت جمية المسار للتضامن وتنمية انشطتها رسميا وذلك بحضور وزير الدولة المكلف بالمصالحة الوطنية والحوار الشيق ابن أمر حيث قسمت الجلسة إلى سلاسة محاول رئيسية تناول في المحور الأول الدكتور علي أبد الرحمن حقار موضوع الهوار الوطني الواقي والمستقبل مستعرضا أهمية الهوار الوطني في الوضع الآن الذي تعيشه البلاد أما المحور الثاني تناول من خلاله الأستاذ محمد نور أبد الله دور جمعيات المجتمع المدني للمساحمة في تعزيز التعايش السلمي بين مختلف التبقات الاجتماعية داعيا جمعيات المجتمع المدني إلى المساحمة الفعلية في تعزيز التعايش السلمي والمحور الأخير من حاز اللقاء التفاكري تناول فيه رئيس مجلس إدارة الشركة الجادية للبريد والادخار محمد المستور سعيد مضمون الحوار الوطني الشامل الذي يحدث إلى لم شمل أبناء الوطن الواحد كما وضه المستور خلال مداخلته بأن الحوار الوطني الشامل هو السبيل الأمثل للتفاكري نحو بناء الوطن أما رئيس جمعية المسار للتضامن والتنمية أحمد أمر أحمد أوضها بأن الغرض الرئيسي من إنشاء هذه الجمعية هو العمل من أجل خدمة الوطن بكل السبل المطاهة وفي حامش اللقاء تداخل الهضور بأراء مختلفة حيث حسوا من خلالها الجمعيات المدنية إلى العمل الفعلي من أجل التوعية حول أهمية السلام والعيش المشترك ترجمة نانسي قنقر